اشتركوا في القناة ارضية الملعب خلال كأس العالم قطار 2022 وأوضح العثمان في ذات التدوين إن الكلمات المكتوبة على القميس باللغة الاندونيسية تعني نحن لسنا عظماء لكن دعوات أمهاتنا قوية عقب توصلها بمجموعة من التعاليق والرسائل بخصوص علاقتها بعز الدين أناحي خرجت طليقة اللاعب المغربي عن صمتها وأوضحت حقيقة زواجهما وانفصالهما عن بعضهما البعض وتقاسمت أسماء مع متابعيها عبر حسابها الخاص بالانستغرام صورا لعقد زواجها مع عز الدين أناحي وأرفقتها بتدوينة جاء فيها توضيح هام جدا النهايات أخلاق اليوم بغيت نخرج بتوضيح نصحح فيه ما تروجه مواقع التواصل للشماعي وخطوبتي بعز الدين أناحي وأني فضحت أسرارها وتابعت أسماء اللي بغيت نقول اليوم أني كنت فعلا متزوجة بعز الدين أناحي على سنة الله ورسوله وعمرني فتحت أسراره بالعكس عز الدين إنسان خلوق مربي ونعم الصديق والأخ والإبن وأضافت أسماء عز الدين إنسان موهوب وناجح في حياته الكروية والمهنية بشهادات عالمية لكن أنوياها منجحناش على المستوى الشخصي ومنجحش زواجنا وتابعت أسماء لذلك القينات طلاقه والحال ولكن ماشي بمفهومه التقليدي وختمت طليقة عز الدين أناحي تدوينتها قائلتان الصفحة اللي بيني وبين أناحي كزوج وزوجة طويناها شحال هذا نتمنى وتحترموا هذا شي حيث كي أثر على ناس خرين في حياتنا ما عندهم حتى شي ذنب ظهر أسود الأطلس ليلة أمسن التلتا بشكل مميز ومختلف عن الأيام العادية في المباريات والتداريب التي تعود فيها الجمهور على مشاهدتهم بالقميس والبدلة الرياضية وظهر لاعبي المنتخب المغربي وهم يرتدون بدلة رسمية أنيقة بدوا من خلالها في أحسن مظهار وهم على متن الحافلة المكشوفة التي جابت أهم شوارع الرباط قبل الوصول إلى القصر الملكي وتعد البدلة الرسمية لأفراد المنتخب الوطني من صنع مغربي من خلال شركة آآم التي يشكل شعارها اختصارا لإسم صاحبها علال منوار المصمم المغرب الذي أبدع في تصميمها حيث كان الأسود في قمة الروعة بتفاصيلها الأنيقة التي خطفت قلوب الملايين حول العالم التحق أشرف حكيمي بناديه الفرنسي باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري بعدما حضر حفل الاستقبال الشعبي والملكي بالعاصمة المغربية الرباطة وظهر حكيمي برفقة صديقه الفرنسي كيليان بابي بملعب التداريب الخاص بنادي باريس سان جيرمان عقب عودة غالبية اللاعبين الذين شاركوا في مونديال قطار 2022 والتحاقهم بالنادي الفرنسي ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان مقطع فيديو للحظة وصول أشرف حكيمي لمركز التدريب وصورا له برفقة صديقه كيليان بابي على موقع انستغرام وأرفقها بتعليق جاء فيها أشرف حكيمي عاد أيضا إلى مركز التدريب هذا الأربعاء تعرض اللاعب المغربي عز الدين أناحي لحادثة سير الليلة التلتاء عشرون دجنبر الجاري وذكرت مصادر أن عز الدين أناحي التقى قبيل الحادث بالرابور المغربي توتو والكوميدي رشيد رفيق بأحد المطاعم الشهيرة بالدار البيضاء وعندما غادر أناحي المطعم تحرد لحادثة سير بسيطة حيث دخلت سيارته في أحد الجدران الأمر الذي خلف أدرارا على مستوى الواجهة الأمامية للسيارة هذا ولم يصب عز الدين أناحي بأي ضررين وحالته الصحية جيدة حسب نفس المصادر عاد الفنان المعتزل هاشم البستاوي مرة أخرى لإطارة الجدال بعد انتقاده للمعجبات المتحرشات بلاعبي المنتخب المغربي من خلال تدوينة جديدة شاركها عبر خاصية ستوري بخسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام وكتب البستاوي قعل لعبات المنتخب دار ماغي حيث عن قلالات الحياة والمتحرشات وقلالات الدين والصفحات الزندق والتقصدير وأضاف هاشم البستاوي في ذات التدوين لعب كرهكم وكره رسائل الدل والله لا نفتخر لهذا النوع الذي لا يراعي لنفسه وأسرته تعينون إبليس بفونتازماتكم وشارك هاشم البستاوي صوراً لسطوريهات بعض الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير التي تتحدث عن اللاعبين المتزوجين في المنتخب المغربي والعزاب ليوضح لمتابعيه ما قاله سابقانا عاد الدول المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى عادته التهديفية بالسعودية حيث سجل هدفاً اليوم لناديه اتحاد جد وهو هدف التعادل بمرمى نادي الشباب وسجله في الدقيقة التامنة والأربعون بعدما كان فريقه متأخران بهدف سجل في الدقيقة الأربعين وجرت المباراة برسم دور التمون لكأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية وانتهت المواجهة بين الناديين بالتعادل هدف لمتلها حيث احتكم الفريقان لضربات الترجيح والتي آلت لصالح زملاء عبد الرزاق حمد الله بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وقد سجلت دول المغرب حمد الله الضرب الترجيحي الأولى وبهذه النتيجة تأهل اتحاد جدا إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أصدرت إحدى شركات الملابس الجاهزة بإندونيسيا قمصانا عليها صورة لاعب المنتخب المغربي سوفيان بوفالا وهو يحتفل مع والدته على أرضية الملعاب خلال مونديال قطر 2022 وقد بدأ بالفعل بيع هذا القميص في هذا البلاد الذي يعتبر أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان وعملت الشركة على طبع كلمات باللغة الإندونيسية تعني نحن لسنا عظمى لكن صلاة أمهاتنا قوية وكانت رخصة اللاعب المغربي سوفيان بوفالا مع والدته على أرضية الملعاب قد استأترت بتغطية عالمية من طرف مختلف وكالات الأنباء العربية الإسلامية والدولية الأمر الذي جعل الشركة الإندونيسية تستغل الموقف لتطرح تلك الأقمسة بهاته الصورة شهدت مدينة المحمدية زوال اليوم الخميس 22 دجنبر الجاري وقوع انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق خطير ببعض المخازن المخصصة للغاز وذكرت مصادر أن الحادث بدأ بتسرب مفاجئ للغاز قبل أن تتحول كميات الغاز المتسرب إلى نيران كبيرة متصاعدة إلى السماء وسرعان ما تحول إلى انفجارات ضاعفت الحجم والمساحة التي غطتها ألسنة النيران هذا وحلت السلطات الأمنية والوقاية المدنية بعناصرها إلى عين المكان للسيطرة على الحريق وجرد الخسائر النهائية وذكرت مصادر أن هذا المستوداع تعتمد عليه مجموعة من الشركات في تخزين الغاز منها إفريقيا غاز وطوطال وشالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر